التقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بسيد ياناش أدير رئيس المجر في مقار القصر الرئاسي في بودابست ده الحقيقة في إطار الزيارة المهمة واليوم الثاني لهذه الزيارة الرسمية المهمة لدولة المجر واللي بيجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي المباحثات الحقيقة شاملت عدد كبير من القضايا الإقليمية القضايا الدولية كمان العلاقات المشتركة ما بين مصر وما بين المجر تصدرت هذه المباحثات وقاطعا ما نتج عنها من تصريحات للرئيس السيسي والرئيس المجري ياناش أدير كانت الحقيقة بتؤكد بشكل كبير جدا تطابق وجهات النظر المشتركة سواء بالنسبة للوضع في ليبيا ووضع في أفغانستان التصدي لجائحة كورونا بعض الأمور طبعا الخاصة بتنمية العلاقات ما بين الدولتين خصوصا الخبرات اللي بتتمتع بها دولة المجر في عديد من الأمور زي إعادة تحلات المياه أو إعادة استخدام المياه كمان قضايا أخرى زي شرق الأوسط إفريقيا الهجرة غير الشراء الحقيقة اتعايش ما بين الأديان فكان فيه ملفات الحقيقة مهمة جدا النهاردة كانت ما بين الرئيس السيسي والرئيس أدر كمان جزء مهم في المباحثات النهاردة واللي تحدث عنها سيد رئيس في المؤتمر الصحفي كان ما يتعلق به قضية سد النهضة رئيس ذكر وأكد على الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بينظم عملية مل وتشغيل سد النهضة استنادا إلى قواعد القانون الدولي والبين الرئاسي لمجلس الأمن في هذا الإطار أعرب الرئيس المجري عن تفاهم بلاده التام لموقف مصر والأهمية المياه مياه النيل بالنسبة لمصر وأكد أن تسوية هذه القضية من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة بالكامل برحب بسارة السفير محمد حجازي المساعد وزير الخارجية الأسبق سارة السفير مساء الخير أهلا بحضرتك أهلا بيك يا أستاذ عمي سارة السفير يعني كيف رأيت ما نتج من هذه القمة أولا القمة المصرية المجرية على المستوى الرئاسي بالفعل يعني القمة هي استكمال الاجتماعي الأهم على مستوى القمة مع قادة دول مجموعة فيش جراد وانتهت باللقاء الهم العقد السيد الرئيس مع الرئيس المجري وكلتا القمتين هي تعبير يعني عن اهتمام دول وسط أوروبا في مجموعة فيش جراد والمجر بتدارس المواقف الدولية من خلاله وخبرتها في العديد من القضايا المجموعة لم تدعو للقائها سوى قادة ألمانيا واليابان ومصر حيث أن لمصر رؤية زاد شأن ومرجعية فيما يتعلق بقضايا مكفحة الإرهاب وقضايا الهجرة غير الشرعية التي تهم المجر ودول وسط أوروبا بوصفها دولة معبر للهجرات وأيضا مصر قدمت في هذه القضايا مقاربات هامة مصر كما أوضح السيد الرئيس تستضيف ستة مليون لاجئ على أرضها لا يعيشون في معسكرات ولا تتاجر بهم مصر بل هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ينعمون بنفس الحقوق والواجبات وعالجون في نفس المستشفيات والضحق أبنائهم بنفس المدارس وبالتالي هي رؤية كما ذكر السيد الرئيس إنسانية في التعامل مع هذه القضايا للرئيس أيضا مقاربة هامة وشاملة في قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية مرتبطة بتوطين الاستثمارات ومساعدة الدول حتى لا يلجأ أبنائها إلى أوروبا فلك أنت تخيل أن ستة مليون لاجئ على أرض مصر لو لم تتح لهم مصر الملجأ الآمن الأخلاقي والإنساني والاقتصادي والمعيشي لانتقلوا إلى أوروبا وبالتالي ما تم التباحث بشأنه على المستوى الإقليمي مع مجموعة فشجرات وأهميتها إن هي مجموعة جغرافية مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبا يمكن من خلالها التأثير على صانع القرار في أوروبا كما هو الحال بالنسبة لعلاقتنا بدول المتاقص لدينا أيضا تأثير من خلال اليونان وقبرص من خلال مجموعة الفشجرات لأن المجموعة الاتحاد الأوروبي هي 27 دولة وبالتالي المجموعة الجغرافية المتجنسة فيها كمجموعة فشجرات بتلعب دورها مجددا على قدراتها الاقتصادية النمية يعني الاقتصاد البولندي على سبيل المثال هو الخامس على أوروبا وباقي الاقتصاديات هي أيضا الاقتصاديات هم مواعدة تذكر حضرتك أنها سهمت تاريخيا مع مصر في الصناعات الثقيلة وفي التسليح وفي الخبرات والحد الآن لازلت صناعة السكاك الحديدية مرتبطة بالصناعات المجرية أطر المجر أطر المجر ولازالت يعني لدينا صفقة مع المجر ربما فقط المليار دولار منذ سنوات قليلة لدينا صفقة أهمة جدا مع المجر ولازالت قائمة وفيها تصنيع مشترك يعيد ذكرى الصناعات الثقيلة التي وطنتها مصر خلال حقبة سينات ننتقل بعد ذلك للبعد الإقليمي من عرض قضايا المنطقة القضايا الفلسطينية الأوضاع في ليبيا انتقالا للانتخابات الدستورية هناك الوضع في شرق المتوسط الأوضاع في سوريا وفي العراق واليمن إضافة إلى القضايا المرتبطة بأمن الطاقة بحيث أن مصر يعني معروف أنها باتت لعبا هما ومؤثرا لإملادات أوروبا من الطاقة خاصة بعد اكتشافات غاز شرق المتوسط فلدينا علاقات بالفعل متنمية مع تلك الدول وأنا أظن أنها مرشحة خلال المرحلة القادمة لانطلاق اقتصادية والتنموية كمان يعني لفت الانتباه اليوم حديث السيد الرئيس في هذه المنصة الدولية عن مبادرة حياة كريمة اللي بعد بها أنا أستاذ عمر يعني ثورة اجتماعية بكل المقاييس تباهي بها مصر العالم ويمكن أن تقدمها للشركاء كنموذج تنموي للريف فعندما تهتم دولة بالريف هي تخلق قطر من العدالة والمثواب بين سكان الريف وسكان المدينة حيث لا تكون المدينة دائما جاذبة لسكان الريف الطاردة لهم بل بالعكس نوطن لهم الفرص في أماكن تواجدهم في الريف فسراء الريف هو سراء للاقتصاد المتوسط طيب أنا عايز الحقيقة أتوقف مع سيادتك عن ما ذكر الرئيس في هذه القمة المهمة بيحضرها قادة تجمع فيش جراد بالإضافة إلى ألمانيا بالإضافة إلى اليابان التأكيد على الموقف الماء المصري بأن يعني 85-95% من أراضي المصري أراضي الصحراوية وأن مصر بالفعل بتدخل في منطقة الشح المائي أو النضرة الشديدة في المياه وبالتالي إن ده أي مشروعات غير متفق عليها على نهر النيل قد تؤدي إلى مشكلات وجودية بالنسبة للشعب المصري شايف حضرتك زي التأكيد النهاردة من رئيس السيسي في هذا التجمع وهذه القمة المهمة على هذه القضية المصرية بالنسبة لنا يعني بكل تأكيد الرئيس بينتهي كل المناسبات الدولية الممكنة لعرض وجهة نظر مصر بشأن قضية ملف سد النهضة وشرح الارتباط الوجودي للشعب المصري عبر تاريخه بنهر النيل وبالتالي تكوين رأي عام دولي مواتي هو أحد أدوات الضغط الدبلوماسي على إثيوبيا بالإضافة أيضا لمخرجات مجلس الأمن وتذكر أن السيد الرئيس في حديثي مع الرئيس سيلفا كير رئيس جنوب السودان منذ يومين كان يتحدث بشكل واضح وصريح عن قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في جلساته الأخيرة يعني أنها أصبحت رصيد من القانون الدولي لأنها نادت باستئناف المفاوضات لتواصل الاتفاق قانوني ملزم ونادت الشركاء في المفاوضات الدوليين التقدم بمخترحات في إطار زمني محدد أنا أظن أن السيد الرئيس وهو يجمع رؤى المجتمع الدولي المؤيدة ويمهد الطريق حتما لمزيد من التأكيد أو الضغوط على الموقف الإثيوبي للسعي للتواصل بالحال ولكن نعلم كما ذكر الرئيس في حواره مع جاك في محب داساتي مع جاك سببا مصر الأمن القومي الأمريكي الأسبوع الماضي أن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي المائي وأنا أظن أن هذه ليست تهديداً لأحد ولكنه هو إقرار للواقع لأننا لا يمكن أن نتعايش مع وضع يتهدد في مصير الأجيال الحالية والقادمة وحضرتك تفضلت بأن مصر بالفعل تحت خط الفقر المائي لن تسمح لدولة أن تمس أو تهدد أو ترتهنها بعد سيطرتها على الملس المائي لدينا مساحة زمنية حتى الفيضان القادم وراقب فيه البناء الخرصاني إذا ما ما يتعلق بالملء الثالث بقى إذا ما استكمل هذا البناء الخرصاني وهو بصدق حجز كم من المياه يهدد مصالحي علي أن أتدخل بالشكل الذي كفى له لي القانون الدولي والذي منحك إذا ما تهدد أمنك القومي أن تدافع عنه بالشكل الذي تراه هناك أشكر ساتك شكرا جزيلا سارة سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لحضرتك وأكيد معلومات مهمة ورأي سديد الحياة في موقعك ترجمة نانسي قنقر